اللي بنتكلم فيه هو الموضوع بتاع المنصورة وذبح ومقتل طالبة المنصورة لازم تبقى فاهم انه كده احنا عندنا مشكلة المشكلة اولا هي تبدأ من انه سيبك من قصة الملابسات من عدمها المسألة تتعلق بولد خد قرار يقتل زميلته علشان رفضة تتجوزه او هكذا يبدو الامر يا سيدي يعني قد يظهر في الامور او في الامر تفاصيل كتير جدا لكن السؤال هل معقول احنا وصلنا لحد انه ولد شاب صغير طالب في جامعة يقرر انه يقتل ويقتل زميلته يعني هو شايف ان الموضوع يصل الى هذا الحد دي كارسة طيب هل هنا قدر اقول انه انا ما عنديش مشكلة في طريقة التفكير وفي عقليات بتاعت بعض الناس اكيد عندي مشكلة طيب المشكلة الاكبر فين النهاردة تقعد مع بعض من زملائي منهم شحاتة زميل العزيز الشهير دايما نتكلم عنه فشحاتة بيتفرج او بيقرأ بالتحديد بوست موجود على فيسبوك حد كاتب البوء حطت الصورة بتاعت بنتنا رحمة الله عليها وربنا يصبر اهلها جدا يعني مسألة كارسية يعني وبيقول انه ازاي حاجة زي كده تحصل ولازم القانون هياخد مجردة بالتأكيد ولازم اكيد القانون هينفذ ولازم الولد هياخد العقوبة الى اخير لازم تشوف التعليقات اللي على هذا البوست وهذا البوست واضح انه انتشر انتشار مذهل والناس كلها قاعدة عمالة دخل على البوست كل واحد بيعلق بطريقته التعليقات الكارسية بالنسبة لنا واحنا بنتناقش النهاردة انه واحد يكتب يقولك تستهل اكتر من كده واحد يقول مش نعرف الاول كانت لابسة ايه يان هاري سود واحد يقول كان حقه عمل فيها كذا بدل ما كان يقتلها امر مشين وكارسي وحقير برضو يعني لن اذكر المصطلح اللي هو ذكره انت متخيل انت متخيل انه لسه فيه ناس بتقول يا طرى هي كانت لابسة ايه ويا طرى مش يمكن واصل هي تستاهل واصل البنات لازم تتدبح واصل ايه اللي نزلها من بيتهم واصل ايه اللي يا نهار ابيض لا ده انا عندي مشكلة كبيرة قوي اكبر من ان انا اعتبرها مجرد حادث قتل او جريمة قتل انا عندي مشكلة كبيرة جدا جدا لده ناس موجودة مقدرش اقول كتير ولا قليل انا مقدرش اقول لك كده لكن من الواضح ان انا عندي مشكلة عقلية نفسية جوه بعض الناس في هذا المجتمع انت بتتكلم على جريمة حصلت جوه مجتمع اسمه محافظة الدأهلية ومدينة المنصورة الناس دي معروفة انها اهل الاهلية والمنصورة دول ناس طيبين جدا هديين جدا مسلمين جدا ايه اللي يوصل الوضع لده الوضع عند بعض الناس لده ايه اللي يخلي واحد يقرر انه يقتل زميله ولا زملته ايه اللي يخلي بني ادم يبقى تعليقه على جريمة شنيعة بهذا الشكل انه يطرها يكت لابسة ايه او يهي اللي نزلها من بيتهم ايه واصلها تستهل اكتر من كده نهارهم اسود على دماغه شوف الاب وهو في المشرحة دي حاجة تخلي كل واحد فينا اب لديه ابنة يعد يفكر تلاتين مليون مرة وبنته نزلة من البيت رايحة المدرسة رايحة الجامعة رايحة نادي رايحة تشتري حاجة خارجة مع اصدقائها رايحة درس بتفكر تلاتين مرة لانه دي جريمة كلها لابعضها خدت ثواني البنت نزلة من الميكروبوس ده راح جاري هاجم عليها نحرها دبعها الله وإن اللي بيحصل